مجاز الثالثة عصرة من التلفزيون المصري أهلا بكم اجتمع الرئيس عبدالفتاح سيسي مع وزيرة الدولة لهجرة وشؤون مصريين بالخارج نبيل مكرم وخلال الاجتماع اطمأن الرئيس عبدالفتاح سيسي على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرينيا حيث اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة وموقف الحالات الإنسانية وأكد المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة فضلا عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية كما وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح سيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة العاشم من رمضان المبارك عام 1443 وخلال البرقية أكد رئيس مجلس النواب أنه في العاشم من رمضان يذكر كل مصري بالفخر والإجلال الدور العظيم الذي قامت به قوة مسلحة في معركة أكتوبر المجيدة حيث استطاع رجالها البواسل أن يحول هزيمة إلى نصر مبين هذا ووجه رئيس مجلس النواب التحية لشعب مصر العظيم صانع الأبطال الذي تزيده الأيام والأحداث صلابة وتماسكا كما وجهت تحية لرجال قواتنا المسلحة الذين كتبوا بدمائهم الذكية هذه الملحمة الخالدة بعث الفريق أول محمد الزكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان وخلال التهنئة أكد وزير الدفاع أن ذلك اليوم العظيم من أيام الوطنية المصرية جسد بطولات وتضحية الشعب المصري في استرداد أرض سيناء المقدسة كما نقل وزير الدفاع تهنئة لرجال قوات المسلحة للرئيس السيسي مؤكدا قوة عزيمتهم وإيمانهم بقدسية المهام والمسؤوليات المكلفين بها كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكر انتصارات العاشة من رمضان وخلال التهنئة أكد وزير الداخلية أن في مثل هذا اليوم من كل عام تتجدد ذكريات أيام مجد خالدات سطر فيها رجال قوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية وجموع الشعب ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن ومن أجل رفعته واستقلال أراضيه كما بعث وزير الداخلية برقية للفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وبرقية أخرى للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مهنئا المجلس الأعلى لقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بهذه المناسبة الجليلة مشاهدين وصلنا إلى ختم مجاز الأخبار من السالفة مساء في تلفزيون مصري أشكركم على طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر